ún زمانوسايت و التاعباء في البروجينيريتر قلنا المايلويد و اللاميرفويد اما وانا ها لإرثرويد لينيج اللى هي التنطيل إيرثرو بويسز يعني ما البيسيز قلناه معناه كلمة فورميشن معناها هي مسؤولة عن الzionebs sac بويسز معناه بويسز معناه مسؤولة ع Rings المتاج مالي البلايتلتز. عندنا الـ Granulopolisis, Monopsytopolisis الى هنا ينطينا الـ Neutrophils والـ Monocyte اللي هي الـ Colony الوحدة اللي قلنا راح تنقسم الى Microphaids و Macrophage. Neutrophils والـ Monocyte. اما بالنسبة للـ Lymphoid Pro-Generator اللي هي راح تنطينا الـ Lymphocyte بكل انواح. شوفوا هذا مخطط نفسها تقريبا. انه هي هاي الهيمتو بعدين عندنا طبعا الـ Multi-Potent. يعني هي متطلع من الهيمتو هي ماتو بويتك تنقسم الى Pluripotent. بعدين راح تبقى Pluripotent. وتنطينا Multi-Potent. المالتي بوتينت يلا تنقسم الى Myloid الـ Myloid قلنا تنطينا ميغا كاروسايت. Aucinophil بايزوفر. كل الـ Types مال الـ Blood Cell. والـ Lymphocytes تنطينا الـ Types مال الـ Lymphocytes. طبعا هذا المخطط ليش هنستفاد من عنده بعدين. شنو هنستفاد منه. راح نستفاد منه بسالفة انه نعرف شون تصير عندنا سالفة الماتوريشن. مين تبدي؟ تبدي اول شي من الـ Steam Cell. Steam Cell راح تتحول الى الـ Pro Generator اللي هي يسموها الـ Myloid والـ Lymphoid. الـ Pro Generator راح تتحول الـ Precursor اللي هنه الـ Colonies. الـ Colonies هاية. بعدين راح تتحول الى ميتشار اللي هي الميتشار اللي هي ميتشار اللي بنهاية. بلايتلت. ستنجر تكسل. ماكروفيج. وهكذا. هايا بعدين لما ينصر لها انجكشن بالسبليم. فهنا عندنا يقول لك الـ Steam Cell هي Produce All Blood Type. قلنا الـ Hematopatic Steam Cell تنطينا All Blood Type. لا وميتشار اللي هي شلين هي حتنقسم الى Pluripotent. ومالتي بوتينت. بعدين راح تصير عندنا انقسامات. فيتعتبر لا ميتشارك اكتيفتي. ما حد تنطينا انقساماته هوايه. من اللي تنطينا انقساماته هوايه لعاد. اللي تنطينا هوايه القسامات اللي هي الـ Pro Generator اللي بعدين راح تتحول شوفوا هاي الـ Pro Generator الشون تحولت الى كم تايب. سيلف رينوينج انه هي تقدر الـ Steam Cell صار بها سيلف رينوينج. الشون عن طريق انه هي البلوري بوتينت بقت بيها رزيرفور. يعني شنو يعني البلوري بوتينت بقى جزء منها محافظ عن نفسه جزء اتحول مالتي بوتينج. فاكو السيلف رينوال. اكو تجديد بالسيلز. ما راح تنتهت هاي السيلز. وكانت بي معفوض مورفولوجيكالي ديستينجوشت. ليش? شوفوا الـ Steam Cell عندنا شكلها يشبه الـ Pro Generator. ماكو اي شي ميزها. انه مالفيتور سيل راح تصغر مالت هني نيوكولوس ونقدر نميزها. الـ Pro Generator. Unipotential أو P-potential. هاي متوتيك اكتيفتي قلنا لانه شوفوش كم تايب راح تنقسم. سيلف رينوينج طبعا سيلف رينوينج لانه هي راح تنقسم الى تايبس وتبقى تجدد تقسم. كمون المارو اللي هي المايلويد اللي هي اللي هي الليمفويد. وكانت بي مورفولوجيكالي ديستينجوشت. ليش شوفوا شكلها الـ Pro Generator. هنها شوفو Pro Generator تشبه الـ Steam Cells. بعدها جديدة الـ Pro Generator. هاي الـ Pro Generator شوفوهن شكلها تشبه الـ Steam Cells. ماكو فتشي دستينجوشت. الـ Precursor او اللي معناها بلاست. بلاست احنا شوفو مو عند كلمة بلاست شارة الـ In-Mature. والـ Site هي الميتشار فالـ Blast معناها الـ In-Mature. ويسموها همين الـ Precursor. هذاني هنه الـ Precursor. اللي تقول لك الـ Precursor هي Moni Potential. ستتقسم همين مرة ثانية ويصر بـ Nature Cells. لا تستطيع الـ Self Renewing. هي ما بيها Self Renewing. معناها ما حتى تقدر ترجع تقسم نفسها. يعني ما ما كو ويت تايبس منها. هنه نفسها الـ Basophil ها هي رح تتحول. الـ Platelets رح تتحول بلاست. ها هي. و Beginning Morphological Differentiation. شوفو هنه يعدنا الـ Precursor. جاملة الصرعد ها. نيوكلس مارتها بدأت تصغر. هنه رح تبدأ نيوكلس مارتنا تصغر 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 تصغر. حد ما يصر بيها ejection. وتنطرح خارج البلوت سال. والبلوت سال يبدأ شكله يصر بيكون كيف شاب. ما بيها نيوكلس. اما بالنسبة للـ Mitro Cell فهي هاي الميتر. ما بيها بعد Mitotic Activity. يعني ما هتنقسم مرة ثانية الشي. البلوت نيوماتيبويتك أورغان. و Clear Morphological Differentiation. شوف شون هي بدي شكلها يتميز عن أول واحدة. الـ Hemopoies. هنه يعتمد على الـ Micro Environment Condition with Specific Requirement. يعني شنو يعني يعتمد على الـ Micro Environment. الـ Environment ماليسي تراما. هي أصلا شنو الـ Environment مالتها. الـ Circumstances مالتها. ويعتمد ذلك على Growth Factor. شنو هي Growth Factor. اللي هي ضعاً هاي الـ High Growth Requirement. انه هي Largely Biolocal Cells. هي أصلا تعتمد على الـ Micro Environment. أما بالنسبة للـ Growth Factor. فهي Colonies Stimulating Factor. أو Cytokinase. هذا اللي هي Colonies Stimulating Factor. هي Glycoprotein. سوي Stimulation Pro Diffration للـ Pro Generator. والـ Precursor. حتى تسوينا Differentiation و Maturation. يعني شنو. يعني هي هاي. الـ Growth Factor. راح تجي على الـ Pro Generator. والـ Precursor. تسوي لها الـ Maturation. تسوي لها الـ Differentiation. شنو الـ General Review. يعني إحنا لما نجي مباوع على هذا المخطط. من الـ Heimatopoetic Stim Cells. شده نشوف. نشوف إنه الـ Potential for Differentiation. قابلية التمايز. والـ Cells Renewing. راح يصر الـ Decrease. ليش. إحنا لما نقسمت عندنا الـ Heimatopoetic Stim Cells. إمتتنا Pluripotent و Multi Potent. اللـ Pluripotent حافظت على نفسها. بقت منها جزء جزءة هوا الـ Multi Potent. Multi Potent راح تنقسم إلنا. إلى الـ Precarcer أو الـ Immature Cells. هاي الـ Immature Cells. هتبقى تحافظ على نفسها. لا. الـ Cells Renewing مالتها راح يبط. فمعنى لها راح يصر عندنا قلة. بالـ Cells Renewing. مشي يقول لك؟ يعني شنو. يعني معنى لها الـ Growth Factor. أو الماتوريشن. هاي نضج مالتها. مال الـ Cells. هنه الـ Precarceri. حاولاً إنه ميتور راح يزيب. فنقول لك إنه الـ Potential. يعني الـ Differentiation. راح يقل. يعني باعه موجود بس بهاي الجزءين. هم موجودة هنا. الميتوريكي اكتيفتي. راح تزيد موجودة بكلث أقسام. المورفولوجيكال كاركتريستيكس قليلة. موجودة بس بالـ Major Cells. بس بالـ Major Cells. إحنا راح نقدر نميزها عن باقي السلز. لن هي كلها نفس الشكل. الـ Cells Renewing Capacity. مالتها راح تقربة. عموجودة بس بمكانياً. لأن إحنا قلنا إنه بلوري بوتينت راح تحافظ عن نفسها. لكن الـ Major Cells. ما راح يقدرن يحافظ عن نفسها. لاني راح يصر به الماتوريشن. دميشي. 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 مخطط ما يجي. بس يعني يحفظ هاي النقطير. واركم يعني هو هذا المخطط حتي تفتهموها. نوع عندنا clinical correlation. شوفو. راح أشرح لكم فات شغلة. شنوع البييوبسي. البييوبسي معناها خزعة. معناها أكون سجن البارت من الجسم. سنأخذ خزعة من الجسم هنأخذ. حتى نسوي الـ examination under the microscope. البييوبسي بها تايبس. عندنا مثلا الـ Uterus. سيبي كورتش. عندنا السمير. عندنا النيدل. فإحنا لما نريد نسوي خزعة البون مارو. نأخذها عن طريق النيدل. طريقة يسموها النيدل. يعني شيروا عن طريق النيدل. هيا هاي الأبرة. واخلا أسوي اللون أغمى. هاي الأبرة عندنا. راح تدخل. تشوفوا شان راح يدخلوها بالطبقات من الـ skin. يأخذون عينة. من البون مارو. ش راح يسوون إليها. راح يسوون إليها. راح يسوون إليها analysis. قابل analysis. طبعا أنت لما نتاخذ قطعة. من البييوبسي. وتريد تفحصها under the microscope. قابل حتفحصها هي شي. لا طبعا. راح تسوي لها fixation. حتسوي لها embedding in wax. راح تسوي لها sectioning. راح تسوي لها staining. راح تقسمها. تصبغها. ثبتها. كل شي تسوي لها. يلا بعدين تحطها under the microscope. يعني انت بح تأخذها للعينة. بسرعة تحطها داخل الميكروسكوب. لا. فأنا أقول لك. examination of the bone marrow. essential for diagnosis of bone marrow disorder. حتى نعرفه the disorder. الموجودة عندنا بال bone marrow. done by two method. البون مارو aspirate. والبون مارو core needle biopsy. الaspirate إنه showing disorder. والcore needle biopsy. اللي هي هاي. النيدل اللي راح تدخل بطبقات الجلد. بطبقات الجلد. in bone marrow core biopsy. core biopsy specimen obtained for analyzing bone marrow. انه هي راح تأخذين عينة. من bone marrow. ستسوي لها analysis. architecture and produced of routine H&E slide preparation. احنا قلنا انه راح ناخذها لهاي القطعة. راح نسوي لها staining بال H&E stain. طبعا اكو خطوات وهو بسوى مشارحة. حتى بعدين نسوي تحضير preparation للإستلاد. قبل ما نحطها داخل الميكروسكوب. البون ماروز سليلارتي. عدنا هاي تو تايبس من ضينة. ما البون ماروز سليلارتيز. اللي هو semi quantitative. بيزنة الوضع الهيماتو بويتك سل إلى الديبوسايت. يعني احنا راح نانيا هنسوي. فتفحص نسبة الهيماتو بويتك سل اللي هنى الميروز سل. نسبة الى الديبوسايت. هل الادبوسايت اكثر من البلوت سالز او البلوت سالز كميتها اكثر من الادبوسايت او متساوية فانا عندنا الهايبوسيللار يعني شنو يعني هايبوسيللار بونمرو يعني البونمرو قلت كلش عندنا نسبة الهيمواتبويتكستيم سالز اللي هي تنطينا ميلويد ويلنفويت قلت جدا 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 قلت نسبة الى الادبوسايت مثل ما تلاحظون هاي عدنا كلها هاي عدبوسايت هاذا اللون ابيض كل الادبوسايت فشنو نقول لك عن اكزامور فالهيبوسيللار بونمرو فالانديفجول ودع البلاستيك انيميا بونمرو كنستوف لارجلي الادبوسيشو لكي نورمال هيموابويتكستيم سال اكتيفتي ما عنده الهيموابويتكستيم سال اكتيفتي انه هو راح يحول الهيموابويتكستيم سالز الى البلود المنتس اللي هنه الميلويد ويلنفويت ما عنده فهو مليان عنده بس اديبوسايت هذا البونمرو يعني نايا هاي بس اديبوسايت فالدكتورة قالت حضر دفانكم هاي دايين كي يصرح يموت قريبا مليان اديبوسايت اكو سؤال انا سألته للدكتورة قلت الله اذا البونمرو هو اصلا عنده فات سالز نحن اذا نرجع للصور قبله بعضها حيوي من ادوبا بعضها حيوي من فات cub coisas بس معناها معناها مقودة بعضها باعت representing لا يوجد أن تنظيم الريد بون مارو هناك كريز بالفاتسال أكثر من الطبيعي فوق الطبيعي هذه الصورة طرعا المخذية من البرتبرال كالن يعني بالأكزيال سكيلتون يعني هو أصلا كل ريد بون مارو المفروض ما هي الصورة كلها أديبوسايت كل شهاية داين كيس يسموها البلاستيك أنينيا يوجد شاحب ووجهة أصفر جسم نحيل فأقول لك بعد كيموثيرابي وراء كيموثيرابي يمكن أن يصبح كيموثيرابي وراء الكيميائي فقط كبير من البرتبرال بلوت فورميك سيكون بالمارو بايوبسي بس من تخذين بايوبسي من تخذين الخزعة وكل شيء قليل أكو ريد بون مارو وهو يأكو أديبوسايت هاي داين كيس تعتبر أما بالنسبة للهايبر هايبر يعني أرتفاع بالبون مارو ألمنت هنا مثل ما ترون كل شيء قليل أكو أديبوسايت و الباقي كله البون مارو سيكشي و هاي اللي تيومر جاي من هيماتوبويتك سال هذان هيماتوبويتك سالز عدنا بهين تيومر ستبدأ تتكاثر و تزيد زيادة أكثر من الأديبوسايت يعني ما هتكون بشكل متوازن هنا عدنا كلها أديبوسايت وهنا عدنا كلها الهيماتوبويتك سالز فهنا نقول لك أنه أبنى مع البرو لايف ريش هينفور ستيم سالز بون مارا برو دوس ان ريينج أو في المائل البرو بريتف ديسوردر بالليوكيميا أنه هنا عدنا هي أصلا تيومر صارة بالهيماتوبويتك سالز و راح يصر بيها برو لايف ريش أنه حتظلت الضاعف ترجمة نانسي قنقر